وأنكم تستاهلون والله الإكرام في كل بيت الله يرضى عليكم ويحييكم جميعا ويبارك فيكم ويكتب خطاكم ويجعلها في موازين حسناتكم بحكم أني مأذون أنكحة فبعض المواقف المسلحة التي مرت علي أثناء عقود الأنكحة أذكر في إحدى المواقف كان العريس عمره 18 والزوجة كذلك عمره 18 كلهم صغار في السن فسألت الزوج والأهل في المجلس كلهم أعمام أولاد أعمام وجدهم موجود فذكر العريسة البيت الشرعي والمعاشرة بالمعروف وأكمال الدراسة وذهبت أسأل الزوجة من خلف الباب في منطقة مقابلة المجلس وإذا بي صغيرة في السن إيش عندك يا منشروط يا بنتي قالت بيت شرعي وأكمال الدراسة صغيرة بي من صوتها والمعارشة بالمعروف المعارشة بالمعروف فكنت أنا في آخر المجلس قلت سمعت يا عريس قال ليش وهو الجد والأعمام قلت تقول معارشة بالمعروف الله الله بنت عمك بالمعروف وليس عرشا عادي وفي إحدى فيها أمر مهم جدا وهو في أيام في أوقات عقد النكاح يقدموا الناس ويغلبون التفاؤل بالشر ويقدمون سوء الظن يجعلون هناك مؤخر ليش قال علشان لا تطلق ويشتريطون عليه شروط قال علشان لا تيجي مشاكل أنت فائلت بالشر من أول ما ما دخلوا على بعض وأنت تضع الشر والقدر موكل بالمنطق تكمل دراستها ليش قال علشان إذا تطلقت تصرف على نفسها كأنه يرسم القدر بكلامها السيء هذا فكان فيه شخص أشترط لبنته مئة ألف المهر والمؤخر خمسين ألف ليش قال لا تطلق بيت شرعي طيب ليش بيت شرعي وهي من جماعتكم قال علشان لا تتمشكل مع أبوه ومه فقلت شاء من أول ليلة روحت عند البنت إيش عندك من شروط قالت إذا طلقني يصرف على أولاده قلت أسأل الله أن يعينكم أدعو الله بالبركة وأبعدوا كلمة مؤخر وتفائلوا بالخير كما قال صلى الله عليه وسلم تجدوا تفائلوا بالخير تجدوا خليك يا بنتي أحسن إلى والده وأمه بتحسن حسب ظنك اللي أنت جعلت أن ترسم لهم الطريق إن كان حسن وإن كان سيء لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال عبد يحسن الظن بربه أحسن الظن بالله جل وعلا أن حياتهم ستكون سعيدة وسيسعدون وسيخلفون الذرية وسيحقق الله جل وعلا أمانيك التي ظننتها بربك أسأل الله أن يصلح شباب المسلمين وأن يسعدهم دنيا وآخرة وأن يؤلف بين قلوبهم هم يرون أمثله وقدوات في المجتمع لذلك يحط الشروط ليش؟ الشروط كله عشان لا يصير بينما أعجب ما شاء الله من بعض الأسر وأغلبهم بلا شروط شروط الزوج بلا شروط الزوجة بلا شروط كأنه يقول بإذن الله حياتي ما يصير فيها أي إشكالية ولن أحتاج للبيت الشرعي ولن ألجأ للمؤخر أبداً تفاؤل وسبحان الله يوفق الله جل وعلا وتأتي لمن بينهم شروط خمسة ستة سبعة شروط تجدهم في المحاكم ومحامي قال ليش بقال فيه شرط وفيه الشرط الفلاني وأخلى بالشرط الفلاني أنت قاعد ترسم مطبات لك في حياتك وتأتيها لأنك أنت رسمت قدرك تفاؤل بالله وحسن بالله الظن وسيجازيك الله جل وعلا بما أحسنت الظن به نسأل الله أن يوفقهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة